مرحبا بكم معنا في الفيديو سوف نحلوه مع بعض نتمنى مشاهدة ممتعة وان شاء الله تفهموا مليح الدرس اذا انا قبل ما بدأوا الدرس انا قبل ما بدأوا الدرس كون نبدأوا بلز اكزامب بس كون راح يترجمون لنقع القاعدة نحب نستخرج القاعدة بس كون المثال راح يجيني كل شي سهل دون كوش عندنا هنا عندنا بيو واتس ومبعده عندنا علي eats the apple I eat the apple you are beautiful I have a car نبدأوا بالمثال اللوة بيل writes the letters دونك هنا يا بيل هو هي اتما هي هنا يا وش عندنا عندنا هي هنا يا هي writes the letters هنا يا writes الفعل الاصلي التاعه وشنه هو الفعل الاصلي التاعه وشنه هو writes الفعل الاصلي التاعه هو to write حاكم to write هدا هو الفعل هنا يا وش درنالو زدنالو لو اس حاوليك زدنالو اس كي كانت هي to write نحنالها to وزدنالها لو اس اسما هذي اول حاجة استنتجوها دونك اول حاجة استنتجناها وشنه هي انو كيكون عندك هي مع لو ذا نحو هنا عندك to write نحو to نخلو write هكا ونزيدو لها اس هكا اسما كان عندك to write بما انو كان هي هنا يا نحنة to زدنا اس مع رفا هاي لك زدنا اس مع رفا نحنة to زدنا اس مع رفا هذا فيما يخص المثال الاول كي كان عندنا هي نولو المثال واحدة اخر وش قال لك هنا قال لك قال لك علي eats the apple قلنا علي eats the apple دونك انا علي هو هي علي هو هي the verb eats وشنه هو the verb انا علي هي eats هو the verb to eat وش درنا نحينا to بسك اي فعل كنو حنصرفو نحو لتو هذي اول عف سيديرها اي واحد اي طن اي زمن محنا نصرفو فيه الفعل اول حاجة لازم نحو the two كي ما في فرنسي كين لتون نحو فيهم اغو كامل اغو كامل كيف كيف لانجلي هنا ينحو the two ومبعد وش زدنا بما انو هي زدنا اناس دونك معا هي زدنا اناس دونك القاعدة ان ينستخرجوها بهذا الحادي انو كيكون عندك هي نديرو plus the verb without بينا without two plus the s in the end in the end plus the s in the end حكا؟ نحو المثال الوحد اخر المثال الوحد اخر وش عندنا؟ I eat the apple I eat the apple I eat the apple دونك عندك هنا يا I هنا بدلنا ضامير هنا هي هي درنا لو اس درنا لو اس نفس القاعدة the verb without two plus the s in the end ومبعد هنا عندك I eat the apple بدلنا ضامير ولا I I eat the apple دونك بما انو هنا يا I وش درنا؟ درنا I احنا ديما قلنا the verb نديره I ومبعد عندك to eat هنا نحينا to بين بسح اسجزنا حاجة ما زدناش حاجة خلينا هكا دونك تسمى The present simple when we have the pronoun personal I we don't add anything in the end دونك احنا عندك I اما نزيدو حتى عفسة دونك نخلو هكا I eat دونك القاعدة اللي نسخرجوها بلك I plus the verb without to nothing ما نزيدو حتى عفسة افار هادو الزوج اوكي دوكا انايا مديتلكم مثال على he و I وانتوما بما انو مستوى اسماك و قريتو ديجا الضمائر دونك عندك he احنا عدنا مجموعاتين المجموعة الاولى هي he she it he plus she ولا it هادو كامل ويني روحوا يتبعوهم نفس القاعدة كوكسوسو في الفتور في لبخيزون في لانيقاسيون في اي حاجة عندكم راح يلقاعدات كي تطبق واذا تطبقت على he راح تطبق على j و it نفس الشي عنا حندك I I it's my I وش يتبعها we you they it's my I we you they تطبق حاجة على I it's my تعود تطبق على you we they ما كاش فيها نقاش ما كاش فيها نقاش حكا؟ it's my though نقولول لهنا هذي علاش قلت لكم عليها حالة خاصة بخسك هنا في اي لغة من لغات العالم عدنا the auxiliary to be and to have في الفرانسي l'auxiliar a trop bien avoir لنك هنا عندك to be وعندك to have في you هنا هنا درنا you are beautiful I have a car you are beautiful لنك هنا are درناها مع you هنا في اي لغة to be and to have لازم نحفظهم لازم نحفظهم لازم نحفظهم لالاخر بما انو في الانجلي قلت لكم عفصة سهلة علاش سهلة علاش سهلة على اي لغة من اللغات تصرتو على الفرانسي بس كو عندك he وشي وإيد قلنا واذا تطبقت على هيد طبق على الشي وطبق على لا إيد دونك هنا واذا انا قلت لك he في to be راح تكون is اتسمى كنقول لك he is beautiful she is beautiful it is اه ات بيانسور يعني الحيوان وللشيء وللأي حفصة beautiful دونك شتو اي حادة درناها كوكسسوا من هي ولام شي ولام it زدنا ل is واذا عندك you كيما كتبنا هنا يا I, we, you, they هاذي كتبلك are it's my اوكي هاذا بما يخص لكسلية ادخ دونك احنا يا أبري راح نمد القاعدة راح اتشوفوها مليه هنا يا I have a car I have a car هنا مع ال I وش درناه نقولنا دايما نعاود ونعاود نريبيتي باش تفهموه ما تخرجوش للفيديو حتى وانت تفهموش اني حابة نقول I, you, we, they واذا طبقنا قاعدة على I تطبق على you, we, they تطبق على I تطبق على you اتسمة وي, you, they نقولو هاذ بسح واذا كانت عندنا هي ولا شي ولات نقولوه هاذ سيكلا أتمنى أنها سوف نكمل سوف نفهمها قل لك The present tense in English is a simple thing as it has a simple rule وش حبي يقول قل لك The present is very simple وقت نصرفه الفعل في أي لغة من لغة سهل بطلب أي وقت فكما تقول لك عنده قاعدة قل لك with the pronouns عندك هي وشي وإت هي وشي وإت قل لك with the letter s only in the verb قل لك فيلف كما كنت نشرح في المثال قل لك هي وشي وإت ندو الفعل detailing نحو منو to ونزيد لو s مع thin نحو portfolio نضيف s هي هي شيئت نحو أس نحو تو نضيف أس هذا ما كان only the verb only to the verb but if it is with the pronouns عندك we, I, you, they كما قلت لك طبق على I هاي لك طبق على I طبق على جمعتها we, you, they we, I, you, they قل لك then we do not add anything to the verb just remove you قل لك هنا هذو لتخوى the fourth pronouns قل لك المن ديرو حتى حاجة it's just we do something which is simple we just وش نديرو نحو قل لك add anything to the verb منزدو حتى حفصاً le verb سي جست نحو تو in the beginning of the verb نحو تو donk he, she, it وش نديرو تو نحوها نضيف أس مع لفا I, we, you, they وش نديرو نحو تو وما زيدو ولو الفعل كين أسهل من البريزان مكاش مما في الانجلي أي verb حبيته مكاش أسهل كما لانجلي علاش برسك قلنا واذا تطبقت على هي تطبق على هي شيئت واذا تطبقت على I وليو تطبق عليهم كامل أسهل كما لانجلي كما في الفرنسي كما لك لك لانجلي فجو عندها فتو عندها فالإيل فالنوف فالإيل فالإلى كاس لك عندها تصريفات عندها تعقيدات بسح هنا في الانجلي يسو في كو تفهموا بلك هي شيئت عندها قاعدة وحدها أي ويوذي عندها قاعدة وحدها شبنس بيان كو تكونوا فهمتوها بقص كحفصة راهي عفسة خط خط خي سامبل عفسة ما تسحقش مين با متابعة مليح ولا التركيز يكون قوي ولا عفسة بدي هي بتفهموها بالخط دوك انا هنا يوش راح نوري لكم عندك قلت لك important قلت لك in the english the verb to be and to have differ from the norm وش معندها قلت لك في الانجلي ال verbi هي the auxiliary the auxiliary to be and to have قلت لك differ from the norm قلت لك يختلفوا على the rule يختلفوا على القاعدة دوك احنا وش عندنا عندك to be عندك to be معا ال to be عندك معا ال he والshe والit نقولوا is معا you والwe والi والthey نقولوا are معا ال he والshe والit نقولوا has احنا ياتوا have والi والwe والyou والthey نقولوا have it's clear i think that he's be clear so ذوكا نوري لكم لهاديك لا بغي فياس شون يقول لكم عليها راح نلخصوا عليها كل شي دونك وش عندنا هنا يسنا نصي قملكم هكا باش يتباني لكم شوية هكا قل لك the rule abbreviation كيما قلت لكم ذوكا الحقنا the rule abbreviation وش ما عندها قاعدة مختصرة قاعدة بسيطة ما فيهاش كلمات ما فيهاش الاحرف اللاتينية ولا اي احرف ما فيهاش كلمات فيها جزت تشفيرات تشفيرات انا جبونس هكا كام نحبون نفهمو احنايا نحبون نفهمو باللغة هذي التشفيرات تكون سهلة بسيطة تعلقها في الحيط تعلق تكتبها في استيك نونس تشفعليها تحفظها متنساهاش impossible جبونس مقبلونا نعودها في الفيديو سيك تنساوها ما مو تكونوا فهمتوها بقس كنقبلونا نكرر ونعود نكرر ونقول هي والشي والإت عندهم نفس القاعدة الاي والوي واليو والذي عندهم نفس القاعدة جمعي بيان كتكونوا فهمتوها وتكونوا فهمتوها وتكونوا وصلتلكم الفكرة لسونسيال هنذا الرول عبريشن عندك الهي والشي والإت plus the verb without to كيما قلت لكم قبيلة plus the yes in the end هاي كيما كتبناها علش قلت لكم الامثيلة انا نحب نقرأ ونقرر من الامثيلة الامثيلة كنوا سهلين بزاف الامثيلة نخصو لكم كل شي في اي لغاك وكشو سوى امازيغية ولا عربية ولا فرنسي ولا اي حاجة لسونسيال عندك هنيا الهي والشي والإت the verb without to plus the yes in the end وبعدا نقول له هنيا عندك the I والوي والي والي والذي plus the verb without to we don't do anything without this نديرو غير the verb without to ما نديرو احت حاجة و احت اخرى ما نصعبوهاش على الواحد هنا عندكم عفسة جديدة نقولها لكم الليك متنسوش كيكون عندك الزغب يتخلص بالإي غاك نعوضوه بالإي ما نديروش الإي غاك ونزيدو الآس بيانشو ننحو الإي غاك ونزيدو الآس نديرو الآس it's clear? i think that is be clear هنا نقول له ندرت لكم التمرين حكا صغير تمرين يجمل وش هدرنا ذو كه seed نديرو شغل نديرو نفاصو حكا يكون مليح يكون مسلي دوك هنا عندك فادي go to my club هنا نقولو فادي أنا مديلكم هنا ذو الفاعل مكش عبال بليك متقدرش انتو ما تقولو وش ندير هنا يا اسكو اكسليار ولا اسكو اسكو ذارب ولا بباينة ما بوم ديت لكم اسكو نقول is ولا اسكو نقول are فادي فادي وشنو هو فادي فادي هو هي اتماعناك بما أنو فادي هو هي اتماعنا وش راح نقول هنا راح نقول هي والهي وش راح نقولنا عليها في القاعدة قولنا هنا يا فادي قل لك نود go to my club هنا يا نقولو is ولا are أنا علاش خيارت is هنا بخسكو فادي شكون هو فادي فادي هو فادي هو هي حكا فادي هو هي اتماع he is not go to my club he isn't go to my club اوكي سو هي خيارنا معاه is هنا يا قلنا علاش بخسكو لكسليار تبي قلنا كيفاش هي يتكون جوغا عندك they go to school everyday نقولو the verb to go نقولو goes ولا go they they بوش قلنا قلنا l'anfinity بتاع le verb نحولها 2 ونخلوه هنا ya to go هو l'anfinity نحينا لهاتو خلينا ال verb كيما هو دوك انا خيرت go بدا عندك they they انا خيرت هنا هاذ nice car علاش خيرت هاذ باقسكو شوفو هنا عندك هاذ عندك هاذ بس عندك they معا ذاي بوش قلنا نحنا في الاكسليار في الاكسلياري في الاكسلياري الاخر هاي ليك to have to have قلنا بالليك معا ذاي we are you نقولو هاذ ابا عرف ونعرف نقولو هاذ وبعدان نجيب للاخرة the cough opens انا خيرت opens at six in the morning انا خيرت opens علاش بخسكو the cough the cough يعني it it's mom it's mom وش حنا ذا الرول تعنا هايليك في الاكسلياري الابربيوش وش قلنا معا هي وشي it's the verb without to plus s in the end it's mom it's mom هايليك نحينا to open نحينا to وضفنا الاس الاسة ضون خيرنا opens نتمنى انه ان شاء الله يكون الدرس فاتكم شوية تكونوا فهمتوا شوية وشاني حابة نهضر و بإذن الله الحصة الجاية رح نديروا فيها تمارين على لو بخيزو حتى نمتريزي وهبيا تفهمو همليح حطلكم تمارين نحطلكم تمارين بلا الحل تلقوه في لوسيت ان شاء الله الخطرة الجاية والحل نديروه مع بعض في الفيديو وهذا الدرس ثاني رح تلقوه في لوسيت اللي رح نحطوه تلقوه فيه كامل العفايس اللي رح نديروهم من القدام ان شاء الله مع اللي اغن نقول لكم باي باي على بروشان فيديو ان شاء الله